ولذا ذكروا من صفات القاضي التي هي لابد أن تكون في أول أن يكون ذكرا لابد أن يكون قاضي ذكرا لا يجوز أن تكون قاضية مرأة أبدا لابد أن يكون ذكرا لأن المرأة أصلا يعني الله تبارك وتعالى منع أن تشهد المرأة في الحدود وفي أنثالها وإنما أذن لها في المعاملات الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان وجعل شهادتها على النص من شهادة الرجل كما قال الله تبارك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وذلك لأن المرأة عاطفتها عاطفتها تغلب عقلها فلذلك منعت المرأة من الشهادة في الحدود وكذلك لا تشهد لا تقضي بين الناس هذا هو الأصل وذلك القضاء لا يجوز أن تتولاه امرأة ترجمة نانسي قنقر